هذا يسأل يا شيخ عن آية كريمة في قول الله تبارك وتعالى وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قال العلماء رحمهم الله هذه الآية نزلت في المؤذنين وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ يعني نزلت في المؤذنين وجاء في الحديث الصحيح أن المؤذنين يكونون أطول الناس عناقا يوم القيامة يدل على فضل الأذان وفي الآية الثانية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يقول الله جل وعلا لنبيه قل للناس هذه سبيلي أي طريقتي وسنتي أنني أدعو إلى الله أدعو إلى حبادة الله وطاعته ودينه أدعو إلى الله على بصيرها أي على علم الدعوة يشترط لها الحلم فلا يدعو بجهل وإنما يكون عالما بما يدعو إليه نعم